ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وأوضح بلاغنا للمديري العام للأمن الوطني أن قاعة المواصلات بمدينة برشيد كانت قد توصلت بإشعار من طرف سيدة حول قيام المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين بإحداث الفوضى أمام منزلها مما استدعى تدخل دورية للشرطة من أجل ضبط المعني بالأمر الذي واجه عناصر الدورية بمقاومة عنفة باستعمال السلاح الأبيض مما اضطر مفتش الشرطة إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلة وهو ما مكن من تحييد الخطر الناجم عنه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيه للمراقبة الشرطية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية